اتياق الأبرار إلى لقائي وإني إلى لقائهم أشد شوقا عملنا تجربة عملية مع الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي نزل هو للمقبرة لمدة عشرين دقيقة يا ترى كيف هيكون حال قلبك لو كنت في المقبرة لمدة عشرين دقيقة من الأمور التي ترقق القلب زيارة المرضى وحضور الجنازات فكيف بمن يعيش حقيقة الموت ويتسربل به إن أكبر عظة هي أن تعيش الموت حقيقة لا خيالا وتزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة وترجو رحمة ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكتبت لك حياة جديدة لديك لديك نعمة بالرب لما طلعت من القبر أول شي جاء على بالك هش شو علاقتي مع ربي مع أهلي مع ناسي مع أولادي وأهم شي معه شو عملت ماذا سوف أغير يمكن هذه التجربة تخيلني عيد ليس ذكرياتي لكن كيف أرتب حياتي سبحان الله يمكن دقاليك بسيطة لكن كيف أثرت وسوف أتؤثر في حياتي نموذج بسيط نحن كثير نخاف من الموت لكن الموت هو جزء جزء بسيط من بداية رحلة الآخرة وكثير من الناس تخاف من هذا الموت لكن أعتبر أن هذا الموت جزء اللي نعتبر وجزء اللي نحيئ وجزء اللي نرد ونعطي الجميل ونعتبر الآن بجسد وروح الله أعطني فرصة ثانية بجسدي وروحي أرجع مرة ثانية وأعمل وأزرع وأحصد وأعطي إلى آخر لحظة حتى تكون جاهز يا ربي قمت الملائكة تقسني بروح بدون جسد والآن عندي روح وعندي جسد عندي الكثير بإذن الله سوف أغير يمكن تكون دقائق يمكن تكون أيام يمكن تكون سنوات لكن بإذن الله سوف نغير الله يكثير بحياة طيبة حزن الخاعدة والآخر بارك الله بك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة